مع تزايد عدد الإصابات وارتفاع عدد الوفيات التي بات يسببها فيروس كورونا وجب على المسلم المعافى أن يتخذ كافة أسباب الوقاية منه بإذن الله ومنها الاستعاذة بالله تعالى من الوباء والتحصن بالرقى والأدعية والأذكار وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التي تستخدم لغسيل اليدين خصوصا بعد السعال أو العطاس أو استخدام دورات المياه غسل اليدين قبل التعامل مع الأطعمة وإعدادها وبعده استخدام المناديل عند السعال أو العطاس وتغطية الفم والأنف بها ثم التخلص منها في سلة النفايات تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد قدر المستطاع فمن المحتمل انتقال العدوى عن طريق اليدين بعد ملامستها للأسطح الملوثة بالفيروس تجنب الاختلاط بأشخاص مصابين المحافظة على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ قصط كاف من النوم أهمية مراجعة الطبيب عند الضرورة ومتابعة ما يجد من معلومات حول المرض ورغم أنه لا يتوافر لهذا المرض لقاح أو علاجات نوعية حتى الآن إلا أن المريض يعطى علاجاً داعماً للتعامل مع المضاعفات وتخفيف أثرها إلى أن يتعدى مرحلة الخطر بإذن الله علماً بأن من أعراض الإصابة بالفيروس السعال والارتفاع في درجة الحرارة والضيق الحاد في التنفس وعلى المصاب أن يلتمس أسباب العلاج ويصبر على البلاء ويعلم أن الشفاء من عند الله تعالى فهو سبحانه القائل وإذا مرضت فهو يشفين